أهلا وسهلا بكم أكيد مشاهدين الكرام أينما كنتم وينما كنتم بتشاهدون اليوم أكيد ببرنامج بيت للكل من العاصمة الأردنية عمان تحديدا اليوم نتحدث عن الدراما العربية والأردنية أيضا ودورها اليوم في المجتمعات اللي احنا بنعيش اليوم اليوم ضيفنا الكريم في استوديو برنامج بيت للكل سعادة نقيب الفنانين الأردنيين سعادة المخرج محمد يوسف العبادي سعد مساك ويعطيك الفعال فسي مساء الخير مساء الخير أخي عدو بمناسبة اقتراب شهر رمضان المبارك يعني نحب نمسي على الأمة الإسلامية والعربية وعلى مشاهدين بيت للكل ونقول لهم للجميع في الوطن وخارج الوطن في مشارك الوطن ومغارب وفي العالم كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول الشهر الفضيل وانتبال في خير سيدي يعني احنا اليوم نتحدث عن دور الدراما العربية في مجتمعات تولي احنا بنعيشها اليوم أكيد هناك قضايا مهمة جدا يجب معالجتها ويتم معالجتها أيضا من خلال الدراما نتحدث عن هذا الموقع يعني رعد الدراما هي الركيزة الأساسية في مشهد الأمن الثقافي يعني كما هناك أمن وطني كما هناك أمن سبراني كما هناك أمن غذائي هناك أمن ثقافي الركيزة الأساسية في الأمن الثقافي هي الدراما صحيح الدراما لما للدراما من تأثير في واقع المجتمعات على كافة الأصعدة يعني الدراما مؤثرة على كافة الأصعدة تأثير الدراما يعني يجب أن يدرك تأثير الدراما الحقيقي لأنها تعتبر أيضا ركيزة في الوعي الجمعي نعم ولما أقول الوعي الجمعي في المجتمع بحكي عن الذكاء الجماعي بنحكي عن بعد الذكاء الاجتماعي بنحكي عن منظومة الكمال اللي هي مثلا بتنطبق على الخلايا مثلا في الحشرات اللي هي خليط النحل خليط النمل إلى آخره هاي مش موجودة في البشر ولذلك التأثير فيهم من خلال الدراما أكبر وأكثر وبستطيع أنه يعني بستطيع أنه يأكد على الوعي الجمعي الثقافي الفني الدراما أيضا معنية بالارتقاء بالذائقة الارتقاء بالذائقة الفنية بالذائقات المجتمع معنية في ترجمة خطاب الدولة كل هاي الأشياء يعني من خلال الدراما القوة الناعمة بشكل عام والدراما بشكل خاص الآن تستخدم رأس حربة في المجتمعات لقيادة المشاريع السياسية والثقافية والفكرية والفنية نعم بالإضافة قلت لك لمشروع تأثيرها في الوعي الجمعي للمجتمع كخلايا فالدراما الآن لو بدنا نضرب مثل بسيط في موضوع الدراما مثلا نأخذ الدراما التركية التي غزت العالم في الفترة الأخيرة كيف تحدثت عن تاريخ الإمبراطورية العثمانية السياسي كيف تحدثت عن الجانب السياحي قديش يعني دخل السياحة في الاستثمار في المشهد الثقافي زاد تعرفنا على شخصيات في التاريخ التركي زي أرطغر المؤسس زي عثمان المؤسس إلى آخره تعرفنا أيضا على المواقع الموجودة في تركيا سياحيا أصبحت الناس تذهب إلى تركيا كل هذا كان من خلال الدراما فالدراما ذات أثر كبير في تعزيز وتحقيق كافة البناء على كافة الأصعدة في المجتمعات وكثر من الدول الكبيرة الآن قلت لك بتستخدمها في تسويق منتجها منتجها الفكري منتجها الثقافي منتجها السياسي فكرتها السياسية فكرتها الوطنية كل هذه الأشياء من السهل أنك من خلال الدراما تقدمها في حين صعب تقدمها مثلا من خلال حوارات من خلال ندوات أو لقاءات أو لقاءات إلى آخر سعاتك اليوم نتحدث عن شهر رمضان المبارك وهذا يعتبر موسم أيضا لأدراما ونقل رسالة ونقل أو معالجة بعض القضايا منها اليوم الدراما الأردنية في شهر رمضان المبارك إلى أين وماذا يوجد في شهر رمضان يعني يشوفوا شهر رمضان صاير الزحام يعيق الحركة شهر رمضان صاير في زحام في موضوع الدراما لأنه في سباق محموم بين كافة الجهات المنتجة سواء على صعيد رسمية أو على صعيد خاص إلا أنه يعني يعني اللي بدي أشير له في هذا الموضوع أنه بتقدرش تشوف كافة الأعمال اللي تعرض بشهر رمضان هناك كم من الأعمال العربية كم كبير صاير يعرض في شهر رمضان ولكن يعني قد تختار لك عمل أو عمليا أو ثلاثة المشاهد يشاهدهم أو يتابعهم دراما في رمضان عندنا بالأردن عندنا الحقيقة أكثر من عمل سواء أعمال رسمية في عمل من إنتاج التلفزيون الأردني دوار العاشر وهو عمل بعالج قضايا معاصرة عمل عصري يعني بعالج قضايا معاصرة منها أفت المخدرات اللي الآن قاعدة بتشكل خطر على كافة المجتمعات في العالم وفي العالم العربي وفي الأردن الآن يعني احنا يعني تعرف تماما ما يجري على حدودنا الشمالية الآن لا بد من أنه يعني مثل هذا الموضوع يكون له معالجة بطريقة درامية توعوية للمشاهد الأردني والمشاهد العربي احنا جزء لا يتجزأ من المنطقة العربية يعني ما يجري علينا أيضا يعني ينساق على باقي المنطقة صحيح هذا بخصوص الدراما اللي هو هذا العمل أيضا في عمل كوميدي صور اللي هو زميننا حسن سبايل وزمينتنا راني اسماعيل الدكتور راني اسماعيل اللي هو عمل كوميدي اللي هو زعله خضرة أيضا بعالج قضايا وهو كوميدي اجتماعي ناقد بعالج قضايا اجتماعية ناقدة في برامج شكلها برنامج ولكن فيها أيضا خصوصية درامية هذا فيما يخص شهر رمضان أيضا فيه أعمال للقطاع الخاص يعني أنا كعضو في مجلس الإدارة الإدارة ساعة جاهدة إدارة الإدارة والتلفزيون ساعة جاهدة لأن يكون هناك حضور للأعمال الأردنية في شهر رمضان المبارك فأيضا هناك رح يكون فيه شراء لأعمال درامية لمنتجين أردنيين بيعمل فيها الفنان الأردني رح تعرض أيضا في شهر رمضان المبارك نتمنى أنه يكون جزيء ونصيب وحظ أوفر من المنافسة في شهر رمضان ونتمنى أن الدراما التي نقدمها تكون الدراما تليق بالوطن وتليق في التلفزيون باستقطاب مشاهدين وأيضا تليق بالفنان الأردني في إعادة ألق السابق ساعتك نتحدث اليوم عن الفنان الأردني تحديدا أين يتجه الفنان الأردني ودور الفنان الأردني اليوم في الدرام العربي يعني الحقيقة الفنان الأردني موجود تاريخيا فنان الأردني موجود منذ بدايات الدراما صحيح الوضع تراجع عن نتيجة عدة ظروف انتكاسات وحروب وإلى آخره أما الفنان الأردني يعني هو فنان سوق نفسه بطريقة كثير متميزة على صعيد محطات التلفز العربية الفنان الأردني أيضا حاضر في الدراما المصرية وموجود في الساحة أيضا يعني أنا بقول عن إحنا الأردنيين تخصصنا بالفن البدوي يعني أنا بدي أعود للأعمال البدوية اللي ميزتنا كأردنيين عن غيرنا كفن تميز فيه الأردنيين كما تميز مثلا الأمريكيين في أفلام الكاوبوي اللي ما زالت حتى هذه اللحظة بتشكل ثروة اقتصادية في أمريكا البدوي عنا كان له حضور متميز جدا ولكن وللأسف في الفترة الأخيرة يعني تدنى المستوى شوي نتيجة دخول بعض التجار على المشهد إلا أنه الآن إن شاء الله هناك عودة متميزة بأعتقد أنه أنتج أخيرا عمل للمركز العربي اللي هو العيدة الروز وهي عمل أشعر تلفزيون رح يكون عودة مسلسل البدوي موجودة وحاضرة في شهر عمل بدوي أيضا إحنا مشان ما يسيمون بأنه إحنا فقط بننتج بدوي أو بنمثل بس بدوي أو بس ريفي لا أيضا إحنا عندنا مجموعة من الأعمال العصرية الآن سواء على صعيد الإنتاج التلفزيوني أو على صعيد إنتاج القطاع الخاص هناك أعمال عصرية تتحدث عن تاريخ الأردن الحديث تتحدث عن المشاكل الحديثة يعني كلها أعمال بتلامس واقع مجتمعنا وبتشبهنا وبنشبهها يعني بتشبه الشارع الأردني المشهد الثقافي الفني الأردني بخير بنأمل أنه يتطور ويزدهر في ظل الآن أصبحت المنافسات كبيرة وأصبح رأس المال كبير في موضوع الإنتاج أصبح فيه صراع إنتاجي كبير وأصبحت اللي بتنتج دول ودول كبرى أصبحت بعض الأعمال بتكلف ملايين الدنانير نشاهد الآن ساعاتك مسلسل حرائر البادية الذي سيعرض على شاشة التلفزيون الأردني أكيد يمثل البادية الأردنية وعودتها أيضا إلى الساحة الفنية الأردنية اليوم كيف من الممكن أن نستقطب هذه الأعمال الفنية إلى دول عربية يعني الحقيقة أنه الماركتينج أو التسويق رعد شيء مهم أنا بقول لابد وهذا يعني تحاورنا حوله في مدد استدارة لذاع والتلفزيون لابد أن يكون هناك جهاز خاص للتسويق لعرض الأعمال أعمال الدرامية الأردنية لعرضها على الجهات اللي بتمث الدراما ولابد من أن يكون جهاز نشط للتسويق زائد لابد من أن يكون هناك جودة العمل ترى الجيد بفرض نفسه على محطات التلفزة بسوق نفسه آه بسوق نفسه بفرض نفسه إذا كان عمل جيد وجودته عالية هذا مش بحاجة يعني بحاجة أوكي أنك تعمل أفرز عروض للمحطات اللي بتعرض ولكن العمل الجيد أنا برأيي أنه أي محطة بتتمنى تأخذ أي عمل جيد يعني لأنه هذا أولا بسوق نفسه أيضا بسوق المحطة اللي قاعدة بتمثه يعني بزيد نسبة المشاهدة بزيد نسبة المتابعة بزيد نسبة الحوار حوله نقد إلى آخره فبكون مطلب نحن بنشاهد حتى الدراما المصرية موجودة على الشاشة الأردنية وأيضا الأعمال الأردنية اليوم موجودة على الشاشات العربية فهذا الشيء كيف هذا التبادل جيد وهذا التبادل ممكن يأكس أيضا منتج درامي رائع وراقي للمتلقي أيضا يعني إحنا في العالم العربي نعتبر نفسنا منظومة وحدة والأردنيون بالذات هم قوميون عرب بالسليقة يعني يكونون حيث يكون الجرح دائما يعني الأردن إذا الجرح في سوريا إحنا سوريين في مصر مصريين في فلسطين فلسطينيين ما يجري الآن في غزة إحنا يعني هذا بنعتبره جرحنا فإحنا دائما هناك مشاركات في كل الأعمال العربية يعني إحنا منذورين للمشاركة دائما وأبدا كفنانين أردنيين في أي عمل عربي نطلب له وهناك كثر من زملائنا أيضا موجودين خارج الوطن يعني موجودين في مصر مثال منذر رياحنا مثال أياد نصار صبام بارك إحنا بنشارك في كثر من الأعمال العربية وهذا أيضا ينطبق على الفنان العربي أيضا هناك كثر من الفنانين العرب يأتون إلى الأردن ويشاركون في أعمال أردنية في الدراما الدراما عندنا تاريخيا الأردن أول من فتح باب المشاركة للفنانين العرب هي عبد الغني اليوم موجودة أيضا مسلسل بدوي أيضا وهي مصرية الجنسية تمثل اليوم بمسلسل بدوي أردني نعم نعم قلت لك أنه إحنا أبوابنا دائما لا توصد أمام أي عربي في مشروعنا الثقافي والفني زي باقي مشاريعنا إحنا مشروعنا في الأردن وحدوي نهضوي عربي في المشهد الثقافي الفني ولذلك إحنا أبوابنا لا توصد في وجه أي وافد عربي وكثر من الفنانين العرب انطلقوا من خلال أعمالنا الدرامية في السبعينات يعني كثر من الفنانين العرب في الدول المجاورة انطلقوا من خلال أعمال الدرامية وعلى رأس الأعمال البدوية ومن ثم استكملوا انطلاقتهم من خلال دولهم دول أخرى أكيد أنا أبدأ أشكرك سعادة نقيب الفنانين الأردنيين المخرج محمد يوسف العبادي أهلا وسهلا فيك وكل عام وأنت بألف خير شكرا لكم وكل عام وأنتم بخير ومشاهدينكم بخير كل عام وأنتم بألف خير جميعا شكرا لكم وكرا لكم شكرا لكم أشكرا لكم لكم أشكرا لكم شكرا